اعلنت نقابة المعلمين عن الاضراب ليومي الاحد والاثنين في كافة مديريات التربية والتعليم والمدارس الحكومية احتجاجا على ما قامت به الحكومة من رفع لأسعار المحروقات الاضراب حول المدارس والتي اقيمت من اجل رسالة سامية وهي تعليم ابناء الوطن الى غايات اخرى بعيدة كل البعد عن التعليم الحقيقة الدولية استمزجت اراء طلبة وذويهم حول قرار نقابة المعلمين القاضي بالاضراب معبرين عن استيائهم جراء هذا القرار مؤكدين بان اولادهم ليسوا اداة ضغط ولا ورقة سياسية بيد الاحزاب اي كانت هذا ابني من الصباح قلت له روه على المدرسة وراح له راجع له بقول فيش مدرسة اخوه اللي اتبر منه راح له بقول فيش مدرسة هاي الثاني اخوه هو اجمالا يعني مش صح يعني اجمالا يعني بس ولكن همه بجوز اعتبروها كوسيلة للضغط على الحكومة على اساس تتراجع بالاسعار اللي رفعتها على المواطنين والغاز والكاز بنعتبرها وصير مش صح يعني لازم الولد ياخذ تعليمه والمناهج ويلاحق وخلص المواد اللي عليهم كل اشي بقايده من العادة اضراب المدارس والله عن جد انا بحكي لك مع العلم انا عندي ولاد ولادي اللي هلك بدرسوا مش ولادي ولادي اتعلموا فيه اسالي افزاني غير للمعلمين انهم يعملوا فاس بش من المعلمين مبروض النقابة اباهم تتحمل الناس اللي اطلعوا هالاضراب اللي قالوا بنا نضرب بقول هذا الاضراب غلط يعني الطلاب شوزن بوهم يلعبوا الاتلي دون هارده يلين في الشوارع يلعبوا او مثلا درسوا بيطرع عليهم هذا مش طريقة عملية لاخذ حقوقهم يعني او مستحقاتهم او ما يدعوا بحق الهم يعني بناء الغلال اللي صار تمشي عادي الامور ويدرسوا احنا بهمناش جرة الغاز احنا من الطبقة لا عالي ولا واطية احنا المتوسطة احنا قابلين بجرة الغاز سيح علينا والله البرزق لكن الله يدين بلدنا بالإيمان والاستقرار والاشي كانوا قاعدين برا وبشربوا قهوة بدخنوا واحنا قاعدنا وفيش منهم روحوا واشي ظلهم قاعدين حاكوا ضراب عشان غلوا الاسعار وهذا هم شعاطين لما ينزل للأسعار يعني اشه هم هم اقل الأسعار ويجي تفاشل شوفين احنا مالنا ندخل احنا بناخد حساس حقولنا فيش فيش دراسة لازم نروح عشان نغلوا احنا شونا دخل احنا في تدريس وننتعلم احنا طلاب علم مالنجد في الغالة وفي الاسعار يعني اذا هم عشان نغلوا ما نغلوا احنا طلابنا ندرس وفي عندنا علم يعني شونا دخل والله هذا لا يجوز يعني شرعا ولا حرمان الطلبة من تعليمهم ليس عملا وطني والسؤال الذي يطرح نفسه هل نقابة المعلمين تغلب مصالحها الخاصة على مصلحة أبناء الوطن؟ اشتركوا في القناة